السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما أزف لكم التحية من الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد في الفيديو السابق تعرفنا على شجيرة أم كالثوم لونتانا كامارا وعن خصائصها وميزاتها خاصة الأظهار التي تتغير ألوانها من لون إلى عدة ألوان في اليوم الوعد في هذا الفيديو نتعرف على شجيرة جميلة جدا لا تقل أهمية وجمالا عن سابقتها ذات المنشأ الأمريكي من منطقة فلوريدا إلى شمال الأرجنتين هذا مكان تواجدها بكثرة تدعى بلغتنا باسمها العلمي تيكوما ستانس تتميز بأظهارها الصفراء الرائعة وأوراقها الخضراء البراقة كذلك استعمالتها الطبية إخواني أخواتي نتعرف على هذه الشجيرة بعد الفاصل قبل ذلك أرجو الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات وعمل لايكات للفيديو حتى تعم الفائدة متابعة الشيقة هاتي الصور الجميلة التي تشاهدون إخواني أخواتي هي لشجيرة التيكوما ستانس والتي تحمل عدة أسماء في العديد من اللغات تسمى باللغة الفرنسية بوا بيسانلي و بوا كاريب كما تسمى تخومبات دور أما باللغة الإنجليزية فتسمى ترومبات بوش وتسمى يولو بيلس وكذلك تسمى يولو إيلدر أما الاسم العلمي لشجيرة فهو تيكوما ستانس تنتمي إلى عائلة البنغونيات بين يوناسي وهي عائلة تتكون من نباتات كاسيات البذور ثنائية الفلقة تضم حوالي ستمائة وخمسين نوع من النباتات مقسمة إلى أكثر من مئة جنس وهو الإختصار الرسمي لعالم النباتات الفرنسي أنتوان لوراند جيسيو المولود في مدينة تليون الفرنسية في 12 أفريل 1748 والمتوفي في باريس في 17 سبتمبر 1836 الموطن الأصلي لهذه الشجيرة المناطق الاستوائية في القارة الأمريكية حيث تمتد منطقة المنشأ لهذه الشجيرة من منطقة كاليفورنيا إلى شمال الأرجنتين كما ذكرت لكم في مقدمة هذا الفيديو تعتبر نبات ينمو في الغابات الرطبة قادرة على التكيف مع الظروف الأكثر جفافا يتراوح طول الشجيرة من 80 سنتيمتر إلى 8 أمتار في بعض الأحيان ذلك حسب الرعاية والسقي الوفير في منطقة لغينيون وهي جزيرة تقع في المحيط الهندي شرق مدغشقر على بعد حوالي 200 كيلومتر من جزر موريس يبلغ عدد سكان هذه الجزيرة حوالي 800 ألف نسمة التي لا تزال مستعمرة فرنسية تابعة للنظام الفرنسي بما يسمى المقاطعات والأقاليم الفرنسية وراء البحار فرنس دوتخماع أين تم إدخال هذا النوع من الأشجار في عام 1856 كنبات للزينة في الحدائق والمتنزهات أصبح موجود بكثرة في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة وكذا في المنحضرات منحفظة الارتفاع على وجه الخصوص كذلك في الساحل الغربي للجزيرة وسميت هذه الشجيرة باسم بوا دون دليون أي أسنان الأسد شجيرة أو شجرة التيكوما ستانس يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار كما ذكرت سابقا متفرعة جدا حيث يتفرع من الجذر عدة جذوع صلبة وقوية خضراء اللون في البداية ثم تتحول إلى اللون البني مع مرور الزمن كما هو موضح في الصورة حيث يتفرع منها أغصان كثيرة لها لحاء رمادي فاتح ومتجعد للغاية أظهر شجيرة التيكوما ستانس ذات اللون الأصفر الفاتح هو الجزء الأجمل ما في الشجرة والذي يميزه عن باقي الأشجار الأخرى كل ظهر على شكل بوق طولها من 4 إلى 6 سنتيمتر بسمك من 5 إلى 7 مليمتر مع أسنان مثلثة الشكل متساوية مجردة ومزودة بزدد حفرية الشكل في الجزء العلوي لها كورولا ألبوبي ذيق في القاعدة تميزها لائحة عطرة زكية تشبه لائحة الفانيليا مليئة بالرحيق الجذاب للعديد من أنواع النحل والفراشات كما تشاهدون على الصورة هذه النحلة التي لم تستطع مقاومة إغراء رحيق الظهرة فحطت لتمتص ما استطاعت من الرحيق في هذا المقطع بالتحديد ما تشاهدون أحباء الكرام هي الثمار التي هي عبارة عن كبسولات خضراء طويلة وخطية ومسطحة بطول 5 إلى 20 سنتيمتر وعرض من 0 5 إلى 1 سنتيمتر وتتحول إلى اللون البني عندما تنضج هذه البذور هي التي تتكاثر بها الشجيرة وهي كثيرة جدا تتشتت بسهولة بواسطة الريح بفضل ملحقتها المجنحة بذلك تحافظ على بقاء جنسها أما الأوراق فيها ذات اللون الأخضر اللماع جذاب النظر غالبا ما تكون من 3 إلى 9 منشورات محمولة على أعناق طولها من 1 إلى 7 سنتيمتر متقابلة ومتغيرة في الحجم من 2 إلى 15 سنتيمتر وطول من 1 سنتيمتر إلى 6 سنتيمتر بيضوية الشكل إلى مستطلة مخففة عند القاعدة لها حواف مسننة بدقة كما لها وسادة صغيرة بطول الوسط على كلا الجانبين كما هو موضح بصورة إخواني أخواتي على عكس العديد من نبتات الزينة الأخرى فإن لهذه الشجيرة أيضا خصائص طبية ففي القرون السابقة تم استخدام أوراق ولحاء وجذور الشجرة في الطب الشعبي التقليدي لعلاج عدد كبير من الأمراض من قبل القبائل الأمريكية المختلفة طبعا نتحدث هنا عن الهنود الحمر السكان الأصليون للقارة الأمريكية استعملوها لتخفيف من أعراض أو أمراض معينة نذكر من بينها إزالة العلامات والأثار التي تسببها وتخلفها الأمراض الجندية مثل الجدري أو حب الشباب استخدمت بشكل عام في حالات ارتفاع درجة الحرارة حيث تساعد على استقرار درجة الحرارة كما ينصح باستخدام شاي أوراق الشجيرة لمرضى السكري لأنه يخفض نسبة السكر في الدم هذه العلبة التي تشاهدون مليئة بأوراق التيكوماستانس جاهزة لتحضير شاي تباع هذه العلبة في الصيدليات الغربية وخاصة منها في جنوب أمريكا مثل المكسيك والأرجنتين من المعروف أيضا من خصائص وميزات شجيرة التيكوماستانس زيادة الشهية لهذا السبب ينصح بإعطاء حقا ترونادورا للأطفال المصابين بفقر الدم المبكر لمحاربة فقدان الشهية وفي حالات الإجهاد اللاحق للصدمة حيث يتم تقليل الجوع كما نصح الأطباء النساء الحوامل أو النساء الحوامل بعدم تناول هذا المشروب لأنه ليس مناسب لهن من الأفضل عدم تناوله إلا أو إلى ما بعد الولادة وذلك لتجنب أي مشاكل أثناء الحمل هذه هي المعلومات التي استقيتها لكم عن هذه الشجيرة الرائعة يمكنكم الاستفادة منها سواء للزينة أو للاستعمالات الطبية التي ذكرتها في الأخير وليس آخرا أرجو إخواني أخواتي الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات وعاما اللايكات للفيديو دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته